عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أده ربي رباني اللهم رادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأجمال الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نحن في قوله سبحانه وتعالى وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّةَ وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّةَ يُرْوَى أَنْ أَحَدَ الشَّبَابَ شَكَ جُمُودَ قَلْبِهِ وَعَيْنَيْهِ لِأَحَدِ الصَّادِحِينَ فَكَانَ مِمَّا وَصَبَّهُ لَهُ إِصْحَبْ أَهْلِ الْخُشُوعِ وين هدوا اللي تقوم؟ بالصب الأول؟ أو بالصب الأخير؟ معنى الخُشوع الخُضوع لعظمة الله تعالى وَلَادِبَ الْأَتْقِيَاءِ مَنْ هُمْ الْأَتْقِيَاءِ؟ الْأَتْقِيَاءِ اللي يُصَدُوا بالصب الأول هذول الأتْقِياءِ بِلْكُلْ عَتْقِيَاءِ وَيَتَعَالَى عَلَى مَخْلُقَاتِ اللَّهِ هذول النام؟ المقصودين وَلَادِبَ الْأَتْقِيَاءِ الصَّادِحِينَ الَّذِينَ تَنْبُعُ قُلُوبُهُمْ بِالْحِكْمَةِ وَتُشْرِقُوا وُجُوهُمْ بِالنُورِ وَتُزَانُوا صُدُورُهُمْ بِالْمَعْرِفَةِ وَقَلِيدٌ مَّهُمْ وَقَلِيدٌ مَّهُمْ الصِّفَاتِ الَّتِي مَرْتْ مَرَّتْ مَعَهُمْ مَنْ مِنْكُمْ يَتَبَنَّاهَا الَّذِي يَتَبَنَّاهَا يَاكُمْ مِنْهَا جُمُودُ قَلْبِهِ وَعَيْنَيهِ بِأَحَادِ الصَّادِحِينَ في حالة مقنصائر عنده جمود القلب وجمود العينان فكان من الدواء له اصحب أهل الخشوة أنا عم جوّر على أهل الخشوة لأصحبهم فَرَبِّ الْعَالَنِينَ أَكْرَمَنِي وَتَفَضَّلْ عَلَيْ بصحب الشيخنا يعني سبعين خمسة وسبعين سنة مانين سنة ليلة نهاراً تَعَلَّمْتُ مِنْهُ مَلَا أَتَعَلَّمُهُ مِنَ الْكُتُبِ يوم من الأيام صادق بيك البغدادين أحدا بيعرفون أبو لسعيد البغدادين ما رأي لعنده أنا على البريد كان مدير البريد والبرق وشيخنا كان بمنين قال لي والله مش تهد الشيخنا وشتري ما صاشيبه أَفَلْ غَرَبْتُهُ مُشِي مَعِي عَلْبَاصُ بِالْعَمَارَةُ كُبْنَا بِالْبَاصُ رَحِنَا عَتْلَ عَلَمْنِينَ بأين الباب؟ قد فضلوا الشيخ فوق بنع غرفة غرفة الانتظار أَفَلَمْنِينَ أَنَوِيَا بِالْغَرْبِينَ طولنا ما كان يجي الشيخ فأنا بعرف شيخنا بلغفة إلي حاله بعد زمان ناوات على شيخنا لقيت أواقب الصلاة أنا بحياتي ما دقت على شيخنا على غير وضوء طالما الشيخ عبي صلي والله لا صلي معه وغبت وراء شيخنا في آدمي يهم رجل وحط رجل يهم رجل وحط رجل ما خلصوا الركعتين ما خلصوا الركعتين اللي حدث رحي طلعت السلام قال لي ليه جاهد كتير غلبة إنتوش عليه صلاتي رعود عند الضيب متاليحة هي اللعنة رات عدا عند الضيب قلت له للضيب الشيخ عبي صلي يطلحه قال لي ليش نحنا من صلي يطلحه هون كمان قال الصديق بيك أنت متوضي قال لي متوضي إذا يقوم قال لي صلي انت بينا تلغى بطبيلي إذا بني صلي من صدات الشيخ تطع روحينا أنا ماتاد بقرة وضحه وأنا من الشرع والسلام عليكم بشيخنا الله يضع أنه يعني إلى مساكة إن جزء بكم له أعنا نصاعة ثلاثة ثربعة ساعة لخلص شيخ ناوي جل عنا سلموا على بعض وأنا رجعت الضيب على الشم أنا راجع أنا وياه قالوا أنا ما عاد أطعم أحدا أنا أو أحد أنك قلت قال لي ليش؟ قلت وليت مهدلت قال لي ليش بيك تبهدلت قلت لي الشيخ ناقل نعني قال لي بشانتتتعلم ما من صلي سنت الضحى أربع ركعات تقرأ بي كل ركعات جزء يحلمكم الساوية يلي الساوية ينقع أصبحته الساوية في الجاسم لازم نتقياء أنا بحثي نقول أنه شيخنا كاننا نتقياء ما بعد بس نحكيها ما كاننا نتقياء شيخنا ما كاننا نتقياء الذي رأيته بأم عيني ما رأيته من تقل كان إمام الأتقياء ولازم الأتقياء الذين تنبعوا قلوبهم بالحكمة وتشرق وجوههم بالنور وتزدان صدورهم بالمعرفة وقليلهم أهم أنا بعد شيخنا الله يرضى عنه ما رأيت على هذا المستوى أحد أنا ما شبت لأني بعيد عنهم أنا لي أن أواصل هيك شخصيات اللي بوادي عنهم ما عادت شبت حنا منهم واجتهد أن يكون لك هؤلاء أطلقاء أنا بجي لي ناس بس ننتبارك فيك بس نعود عندك بس نبو سئلك بس نبو سئلك بس بدلوا الأخلاق اللي أنت عليها وأذن ما عم بشوفه حتى ولا نوادر ومن الأسباب أني أنا بعيد عن هذا ولو كنت خريب لرأيتم منهم الكثير واجتهد أن يكون لك من هؤلاء أصدقاء تلازمهم وتأوي إليهم وتصل روحك بأرواحهم هذه ما عارتشت مصيرنا كيف أن تصل روحك بروحهم ستون أنا ما بعرف في حالة ممكن يدلني هل كثرت الصحبة بتقوي الروح ما بعرف كثرت الصحبة ما أهل الله بتقوي لك روحك لا أنت مصلي محافظ على صلاتك رافئ الجماعات هل لي ما بيصلوا شهر شهر شهرين تلت شهر أقصى حد بتصير تأخر الصلاة عن وقته الإستمرار تصير الصلي لا تعي ماذا تقول وأنت تصلي شهر الصلي الصباح بسلي بكرة مع الصباح بكرة وصبح بكرة بالحق الصلاة وصلاة صحيح اللي بعد بكرة بالحق وصبح عميد مر عليك من هيك أشياء أول واحد يتأخير على سنة الصباح بعدين وقت الظهر عنده شغل ماله فضيط الشغل ومالحق الصلاة بعدين يصلي بعدين يلحق العصر بعدين يجعل المغرب تعبان ينام يحب المدرج أجد مدرجون ساعة ما علي شيء ومصلي إيه هلا بس خليص المسلسل بعدين تصلي هنمر معه هكذا شيء تنازم وتأوي إليهم وتسد روحك بأرواحهم هذا يعرف حدود تسد روحك بروح مربك كان زمانا ما فيه لا موبايل ولا تليفون أرضي هيك نعيشين الشيخ من الشيخ؟ أنا أعيد بالشام ما سيجب من خل أعمل خل أنا أعيد بالكام أنه يحب المدرجة أنا أخبر أنه يحب المدرجة أطلع 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 أنني أطلع يعني الخاطر هدو اعتمد عادية طنيش شو خاطر الشيخ رمضان تعال عبي النومين نحن عطشانين خاطر وقبت الحجار وقبت تسعة بالليل ماشي على مين امت وصلت ما عنا سعى بها ذاك الزمن نحن واحد نحن بيوتو الساعة مافي بعدين طلعت وقبت عند الباب ديش تعب الليل ما بعرف دق الباب ما دق الباب انا واعي على الباب ومستحي اني انا ادعي الباب بها الليل والذنع يا رمضان خلي لك الباب مفتوح فوت دفجت الباب مفتوح مثل طلعت عدى رجلة فوق إذا الله يرضى عليك عطشانين جبنا شعة مي من العين حملت التنكتين رتع العين عبيت التنكتين واجيت شرب وكترتهم بالبرميل راهت عالفندوق تبعي بشأن نم كانت فندوق تبعي السيارة السفر ليه كانت عالية نم تحتها بيجوا الأغوات يلاحبتون لي أنا نايم شبت الشيخ فأمن النوم فاتغيروا ضوه طلع أرفص على المرميل بدأ يتوضى مر على خاطره لفيه يا شيخ رمضان خليصة نمعي ما توضفت بشي عن ممشاية أنا شايفه ما شي عن ممشاية وطلعت من تحت السيارة وقفت جرد ما شبت الخيار تقول نعم سيدي ألي متوضيت لا أليت وضفت على صلي معي قرأت على العين توضيت وجد صليت معه الفجر ألي ابني أنا الساعة السبعة بدينزل على الشام حاضر من صلاة الفجر الساعة السبعة شو بتساوي جولاد المشتغين أو اذكر الله هلأ موتا كنت ألبس لفيه على طربوش لأغباني إذا حدومكم يتذكره طلعت على الكرم صاحب الكرم عذمني حوشتين عبي بالطربوش عبيت الطربوشتين جئت لعن الحجير تلغيها التينات كانت رحمة الله عليها إلى أسلوب الحياة ما فضت التينات حملة اللبة وطلعت لعن الشيخ عدت شب شو عامل هلأ بطلعت وعطيها بالطلعت بطلعت وعطتنيها بأدبات لم أرى شيء قضيتها على رأسك أنا ركبت جنب الشيخ وعياله ولا دورك فيه وراء شو صار ماي على الطريق حقالي أنت قاعد بالبيتك ولا قاعد ماي على الطريق كانت مكاثر كل الطريق مكاثر كان ها شو علي الأغوات وإن جاهل أنا أريد أن أحكي بالعربي ماذا يفهم بالعربي شو رأيكم يفهموا الأغوات الأغراضي أرفتوا الأغوات مين الأغوات اجتبعوا مع بعضهم وستكرووا عني الطريق أنا حاكتهم بنقعيب عليكم استوى لحاكم ما بتعطبونهم والريح شأوا لي طريق ما رأت من بيناتهم تم قدولي مع السلامة حتى ما أسمع الصوت أنا صارت معي بالطريق الشيخ في بابته ما عرفه قال لي ابنت بهمت أنت والجماعة بعدين ما رضيت أعطي جواب ترسيلي أن الجماعة قال لي اللي سكروا لك الطريق بالليل بعدين فتحوا لك الطريق وقالوا لك تفضلوا مع السلامة يعني شو بدي أكتمنا التطريح دلنا نعم سيليت فهمت أنا بياهل أنا اللي خلاني يعني ابقت صوابي انت ببيتك ولا معي تتحسس بكلماتي بخواطري وأنا ما شعطري أنا عقلي لحد هل ما عمي استوعيد وأن كان أنا خناتي به إخنا الله يرضى أنه كان عنده روح صافية والروح الصافية تطوف العالم بلحظات شايف شو صاير معي فإذا هو شايف شو صاير معي أنا شو أعمل بحالي إمتى عاد بإمكاني أنا أغلط غلطة مع مخلوق وهو شايفني فإذا كان الشيخ لا يغيب المريد عنه ولا ثاني في الأربع عشر ساعة فكيف بعظمة الله عز وجل ولكن الآن الكهرباء عبشوا بكون كل كون بيحالة مكون شاعر بيها إنه هي اللي عم تضوي علينا أو عظيم ضو طبيعي ولو رزق العبد مخافة الله عز وجل لوجد الله معه حيث كان تصد روحك بأرواحهم واحذر الأدعياء الأدعياء يدعي أنه من عباد الله الصالحين وأنا إذا سألت مين منكم من عباد الله الصالحين يرفعنا أصبعته كل الأصابيع التمتبع الدعوات أهله أنا طبيب بكل الاختصاصات مين يسألني حال أعمل له عملية تحب السيد محمى ما معلوم عني أني أنصابيب ومرض مجتمعنا نثق بمن يستحق ومن لا يستحق متى شبنا شعرات ولفي على الرأس أدول من أولياء الله وأن كان بهذا الزمان هدو الزفيون وادر يحط على رأسه لبه ويعمل لحيه هدو الزفيون وادر اليوم طلاب العلم آه عاروا قلبينا الشيخ أبو الخير الميداني الله يرضى عنه قاعد على الشيخنا في الغرفة قال لي بالنشرع تعرف أنت جر محمد أنا أشعر بابور ساوينه شاي شيخنا بيحكي للشيخ أبو الخير الميداني قال له يا مولانا كان كان طالب العلم يحمل كتاب يجيل عند الشيخ مشان يقرى يلاقي الشيخ عبي صلي الضحى يستهي تاني مرة يجي ما هو متوضي يجي تاني مرة متوضي إذا شاب الشيخ عبي صلي الضحى يقتلي مع الشيخ أما اليوم طلاب الكلية عبيت لربك بقية طلاب لم يبقى لهم مربي ولم يبقى لهم مخلق كان الشيخ أبو الخير الميداني الله يرضى عنه قال له يا شيخ أحمد قال لي الله خاسم للتوفيق بدور بلاقي قال لي ما مخسوم للتوفيق لا بدور ولا بلاقي هذا الكلام صاره خمسين سنة من خمسين سنة كان قلبه محروق شيخنا على طلاب العلم اليوم أنا بشوف أقيم خطباء البعض منهم عم بفرض عليهم برض اختار أحد أمرين تعيي على رأسك بس تشير أنك أنت متدي ما في حوافها متبقية الناس دخلت على جامع صليت الأشياء مع الجماعة خلصت الصلاة جيت على المحراب من الإمام ما عرفته وخبت كل شباب بنطرهم حوافها قلت لهم من الإمام بينات كل أشاروا لي إلى واحد منهم تقولوا أستاذي أنا حابب أتعلم تجويد القرآن وصوتك أعجبني بالقرآن بممكن تتعلمني يلي بقولوا عنه تجويد القرآن تجويد القرآن قال لي شو بدك تتعلم من القرآن تقول لها تعلم نفس القراءة من واحد مثل حكايتك يحسن القراءة قال لي إذا أنت وقفت محل تقرأ أثنى مني أنا حابب ازداد علم فعندك استعداد تعلمني قال لي كيف تتعطيني على الوقت هو قال لي كيف تتعطيني على الوقت أنا عالي طار بعد عال قلت له كيف تتعطيني لأردار عنك قال لي كان الطالب في زمانه يدور عن الأستاذ يروح لعندهم بيت لبيت والأستاذ يعني أنه فاضي وماري فاضي قال لي أنه نعم ندور على الطالب لأنه من جه يتعلم لنعطي مصاري قال لي قل لي أنا عم ما ذحك بجرت أنا هيك لأنه مصبي قداش 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 تعطيني العلمات قال لي أنه عنده جامعة وعنده 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 ما لفاضي تستطيع روحك بروح بأرواح وحين أحذر الأدعية واختر من ينهض بحالك في أحد منكم عمي أنا بدور على من ينهض بحاله أنا بجيني هيك شقيات أحذر الأدعية بغي لك أحذر الأدعية أننا نتعلم ما عندك أحذر الأدعية بدأ يتعلم الطب كم يوم يستغرق معه ليس طبيب مرحل الأدعية الإعدادية الإعدادية الثانوية خلص من العلم أخذ البكالوريا دخل طبيب كم فيه سبع سنين سبع سنين طبيب أما للاختصاص بدور سنتين رخار مو سنتين أمدا بدأ تصير طبيب سبع سنين سنين ارى حمره لذلك طلب الطب اليوم نوادر هاللي عبي من من الاختصاص صار طبيب سكر الكتاب فتح الجيبة فضلون عندي أنا صار طبيب زرت بعض الأصباء أثنوني عليه تقول الركبي عبي جعوني قال لي شلاح لأفحص لك البروستات تقول أنا عملك ركبي قال لي هدوال بيكون سببا البروستات سلامه لكم يعني لفاية لعنده أنا بحطه بجيبتي لكن بنتت بأدب بدي اختبار يعني صار طبيب إشلون صار بجوز هذا فتضب واحد عبي لك ركبي بتقول له بروستات لكن مساكين فكروا حال أن نتعلمه لكن لسه ما شابون يعلم شي لذلك أكثر الناس عبي شكوا طبيب واثنين وثلاثة واربعة حتى الطبيب صاحب الاختصاص بشيشكي المريض بيأخذ استضحيات بيعطيه دوابنا مع سلامه الطبيب اللي بلاعون يدرس حالتك وشخصيتك انت تختلف عن شخصيت غيرك ويعالجك بيقول لك إذا بدي طيام واربعة ساعة يلي بيعطين يا ما بكفي لذلك الحجو جيب غيره واحذر الأجياء واختر من ينهضك حاله ويذلك على الخير بيعاله مؤخواله ويدلك على الخير بيعاله ومن إذا رأيته ذكرت الله تعالى كان كان إذا نظرنا لشيخنا نشعر قلبنا بيقول الله 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 بس بالنظر للشيخ بس كنا نتحثث بأرواحنا وخلوبنا اليوم تقعد مع واحد ثلاث ساعات بتلاقي لا قلبك تحرك ولا قلبه تحرك أبسير معك يجي جني محمد سيكتير وكثير ما يأتي إنه هو مريد وشوب لكم تحت أمركم مرة إجاني ثلاثة أربع شباب على المستوى حبيت أقلت بعض المشايخ تدرسوا عن مرحيب استفوهوا لي اياها وتعب رحوا غابوا شوية ورجوا تدرسوا أن المرحاق الذي كان مصق أكثر كان أحد ما شايخنا الله يرضى عنه صاحب يتاب كشف الغمه يقول رحل عن شيخه شيخه كانس كافي والشيخ ستتعلم النشخه مارئ باب زبلت بالطريق أدو أروح إمليهون رجال بأيجز إمون أدو بيجبتك إمون حطم بعيد نبه هذا الأمر آمون أدو رغسل الجبة غزل الجبة ورجع قالوا هلأ أنت بتحق تأخذ الطريق وين الله يرضى عنه كان الطريق عزيز اليوم يلي أهزين طريق من شيخنا لا يزال على ذلك لله أو انتهى وقت الذكر وخلصنا حلا بيحسن يقول أنا ماني ناجح في الحياة أخذت الطريق عملي سبتعشر سنة أطاني برنامج الذكر حلبي حسن يقول أني إلى هذه الساعة ما غيرت البرنامج سبعين سنة اثمانين سنة أنا على نفس الخط وهذا صار ناجح اليوم الشيخ يعطينا طريق اه أو تذكر الله كل يوم من الصاعة بعد خمس عشر يوم تعال بروح لا يذكر الله بعطويت بيجي بعد خمس عشر يوم أنا جاي امتي ذات الأمر لكي أخذ طريق تعال أرى وين ذكرت وكم ساعة ذكرت ما صب يوم يعني لم يبقى إلا نوادر والنادر لحكم له حتى مشايخنا يدي منهم عنده جلسة الذكر أغلى من حياته أندر من نادر أنا أنا بجتمع بالبعض بالعلم العلم الإنسان بدأ يبحث بدأ 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 أنا قناعتي لا يثبت العلم إن لم يكن مع الذكر أنا إلى الآن بحفظ إبارات ما تم تم الشيخ من نصها لأن دخلة العبارة على ذكر على قلب منور ما عدت انتسى مدى الحياة صار بسنا نصر أرينا على مصرنا جاء نواحد عالم سأدسى سأدسى سؤال بالعربي قال لي والله هذا ممار معي سأدسى سؤال بالفقه قال لي أنت حنبي والنجم يعني حنبي سأدسى ماذا بالحنبي قال لي والله ما لي بالذكر سأدسى شو عم تشغل قال لي نعيش بس وين الانت في إلى هذه ساعة الله متفضل عليه بحفظ عبارات من تم الشيخ بنصها لولا التكرار ما علق بالمخ لا تكرار ولا علم ولا أخلاق ولا أنا برأي العلم اليوم مع طبيله قيمة من ندور على الأخلاق نجد العالم الذي يتخلق بأخلاق العلم كم واحد فيما تحكيتك شيخ محمد اليوم عندك في الحلقة لخلفهم أبوك على مستوى الأخلاقي العلمي كم واحد يطلعون كثير شيخ محمد الذي رباه أبوه على الأخلاق باقي منهم إصفايا لذلك أنا بنصح قبل أن نبادر العلم نتعلم الأخلاق ونتخلق قبل العلم وإذا كان ارتقينا بالأخلاق العلم يأتي تباعا مع الزمن يأتي العلم قال هبي الصحبة من أنفع الأذوياء لتذكية النفوس بالطبع ثراق تصحب الشيخ لتتخلق بأخلاقه اليوم ما صب الشيخ الذي يتخلق بأخلاقه ما بتخلاها لكن صبيو نوادر اليوم حسب الزمان والمكان صبيو نوادر العالم الذي يحمل أخلاق العلم وأخلاقه النبوة ما بيخلى موجود لكن على مستوى العام إلال ولا أكتار ما بعضي أنتم تعرفوا أكتر مني على مستوى علم وأخلاق يا ترى ديوم كتار ولا ألال إذا إمام الجامع بيصلي الإمام بوت على الغرفة بيعلق الجبة ولا فيه بتطعق أفدي يستحي بلباس العلم أن يمكي به بالناس لا أبلغ من هيك ضائع على رأسه ما بيحشي حط لن يكون حافي فأنا ما تأخذوني أحب أن أتمثك بالسنة في حد عالم يجب لي حديث ضعيف إنه النبي خرج من بيته صلوات الله وسلامه عليه حثر الرئيس مر وحده بأمره في هيك يا شيخ محمد في هيك يا مشايخنا مر وحده خرج من بيته حاس الرأس اليوم مشايخنا حفيانين أنا بجي لعندي برات زيارة ويقول ليش ماشي حافي دي لا صباتي بره حافي من فوق ليش مالة طائية لعيش الطائية ما عد إلى الزوم تلبس طائية وتمشي بالشارع صار هذا عيب فيه صحابي كان يمشي بالشارع حاسر الرئيس مو إن نبي صحابي نحن كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخلاق وبالصور بعيدين عن الصور متمسكين بالأخلاق قال يتأثر بالقلب والروح تستمد من الروح بجتهد أن تجد لك من من الأرواح الصالحة صباحاً وخليلاً صاحباً وخليلاً حاناً مكنعاً بدور أنا أعتقد ياللي بدور بلاي ما بكي بيالدنيا ما موجود بس دور عليه بتلاقي حاناً مكنعاً بدور ليجد ما بتخلى أهل أول كانوا يقولوا لو خليت لخربت لا تخنوا من الصالحين والطالحين لا تخلوا فيه من كل الثمرات كل ما تشتهي ودعمها لا تحب كل الثمرات موجودة اليوم التفاح الموجود كنا نعرفه قبل خمسين سنة كان التفاح السكري صغير ما فيه غيره اتمدى انه بالزراعة سووا تفاحة كبيرة بالطعم يذنمتين كل شي من المأكولات حسنوا يتحكموا فيه ويدخلوا عليه محتينات عنقود العنب كان ما فيه غير العنب من أحمر الدوماني الآن صار أنواع العنب في أمريكا شبت أنواع من العنب أكلت فالطعم العنب كانوا صناعي ونبات لكن النبات صار يطلع بالتصنيع وإذا طلع بالتصنيع ما عد فيه مذاق ولا عد فيه بشر عندهم المذاق يفرق بين هذه وتلك لكن بالأرواح والقلوب مين منكم يتفرق لقلبه ليتقرب بقلبه إلى ربه مين بأحدكم حابب يدخل مدرسة التذكية لتتذكى أخلاقه وعماله بالحياة المادية في حدا حابب يصل له والله يا شيخي خلينا الله الدنيا غلبتنا وتلاشينا أمامها وما عاد عنا تفكيف في الدار الآخرة إلا ما ندر أليس هذا واقع مجتمعنا إلى متى ونحن على هذا الطريق يا ابني كان الله يضعنا شيخنا يقول يا ابني إذا ما بتذكر الله امتلع قلوبكم من محبة الله أنتم فاشلين في الحياة وبناء الحياة يبدأ من القلب إذا اشتغل القلب بذكر الله أثر على الجوارح ما عادت الجوارح يمكن يمر عليها غفل عن الله عز وجل وإذا بعد القلب عن الله عز وجل الجوارح لا تأتي بما ينفع صاحبها في الدنيا ولا في الآخرة في الدنيا فاشل وبالآخرة أفشل ولقد جعل الله تعالى الفلاح بالتذكية والخيبة والخسران بإهمال التذكية فقال سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دستاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دستاها شو يعني دستاها أهملها هيك بيطلع معنا شغل محمد دستاها أهملها أو أعرض عنها فقد فاذا وسعد من ظهر من طهر نفسه وذكاها بالطاعة والتخوى وظفر بكل محبوب لله ولرسوله وظفر بكل محبوب لله ولرسوله رسوله إن شاء الله ستكونوا على هذا المستوى منكم من حضرة الله عز وجل يكرمكم أن تكونوا على هذا المستوى والذي يصل إلى هذا المستوى يكون سعيداً في حياته أو تعيثاً ما بعلم أنا لا أعلم الذي يسلك هذا الطريق يكون تعيثاً في الحياة أو سعيداً الله يضع عن مشايخنا الشيخ عدنان كان سعيداً أو تعيثاً كان أسعد السعادة في حياتي وبعن مماته بفضله وكرمه سبحانه وتعالى الذي يشتق الطريق ويستقيم يجد السعادة في الدنيا والآخرة والذي لا يستقيم لا يجد السعادة في الدنيا ولا في الآخرة لا نظن أن حياة أكل وشرب وكيفين على كيفنا ومثل ما بالنار يصير ليست هذه الحياة هذه الحياة الجزئية الحياة الكلية التي نتمنى أن نصل إليها بعد شوية يعني بدها شوية ويمكن أقل من أيام سنصل إليها تلك الحياة لما تنزل بالقبر وتسأل عن أعمال وأخلاق مرت عليك في تلك الحياة وكم زرعت لله وكم زرعت لغير الله سيحصد عبد الله ما كان زارعا قطوبا لعبد كان لله يزرع إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً نديمت على التفريق في زمن البدري إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً نديمت على التفريق في زمن البدري إيه أنت بنتكشوف الحاصيد لما تزل بالجورة وحدك وبذكروا عليك البلاطة ومعت في مجال تتنفس وانت وحدك وأتاك ملكاً شبيقاني رفيقان هما من خلق من خلق الرحمة يسألك من ربك هون بتلوك كلماتك حتى تحسنها وتنطق بها هناك ما بيطلوك كلماتك هناك بتطلع الحقائق الموجودة فيك فتجيب عن حقائق فإذا كان حضرت الله عز وجل غالب على قلبك وعقلك وجوارحك بتقول الله ربي وإذا كان غالب على جوارحك دنياك بتقول الدنيا ربي وإذا غالب على جوارحك أهواءك أهوائك قل أهوائي هي طريقي الذي أسعد به بل نكون مع الله لنكون سعداء بالدنيا وفي الآخرة وإن تخلينا عن الله تخلى الله عنه ومن أوكله الله إلى نفسه ندم على ما فات وثارت في طريق من الوج أسأل الله العظيم رب العرس العظيم أن نكرمكم بالطريق الثوي المستقيم الذي تصنون به إلى سعة رحمة الله ورضاه لتكونوا سعداء الدنيا وسعداء الآخرة وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من هذه تهليلة مباركة وأوصلت وضعها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم صدقة من جنابه الكريم إلى من كانت في سببهم ومن أجلهم وعلى نيتهم رحمهم الله آنسهم الله وضعهم الله الجنة اللهم إن كانوا محسينين فاذب في إحسانهم وإن كانوا مسئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم ولقهم الأمن من عذابك حتى يلقونك آمنين مطمئنين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين وفر اللهم لنا والوالدين ومشايخنا والإخوة علينا والمسلمين أجمعين وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين عزي إيماني لفضي قرآني وسلوكي أده ربي رباني اللهم رادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة